بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين انا مفرحة طاب يلا بنا النهاردة نعمل احلى واجمل طريقة للقلقاس نعمل النهاردة للقلقاس بالخضر زي ما انت شايفة كده باللحمة بكد تحفة وجميل جدا والطعم حاجة كده باشا يلا نبتدى على طول في طريقتي بتحضير ونشوف جمال الشربة ولونها المميز جدا ده يلا نبتد على طول كده نجيب القلقاسية بتاعتنا انا جبت القلقاسة ديان وزن كيلو هبتدى اشارها كده معاك كده بالطريقة دي في كل مرحلة هنا بقى يكون معايا فوتا نشفة وكل لما قطعها كده او كل لما ابتدى اجزاءها الاجزاء انا شوفها كويس جدا بالفوتا كده زي ما انت شايفة اشرتها وبعد كده هجزاءها وكل جزء همسكه وانا شوفها كويس جدا بالفوتا كده زي ما انت شايفة بالطريقة دي طبعا لو انت مش حابة الطريقة ديان ومش مرتاحة كده احب ان انت تغسليه براحتك خالص. بس في الغسيل كده بياخد وقته بحس كده اللي فايدته بتنزل مش عارفة ليه. انا بحب اعمله كده بالطريقة دي. قطع المقعبات. تحاولي على قد ما تقدري تكون المقعبات بتاعته متساوي. ودي الكمية اللي معي مين اللي انا جايباها اللي هي الكلو. وبعد كده هجيب السلق بتاعي. وده شكله. شكل القلقاس كده. وبقى فيه القلقاس اللي هو فيه سقان شوية. العيدان بتاعته طبعا بتقطعيها او لو فيه عيدان في النص كده بتشيليها. لما يكون كبير شوية هبتدي بقى ان انا قطعه كويس قوي. هتبتدي بقى انت تقطعيها بقى او انت تعمليها في الكبه براحتك. بس احنا مش عايزينها اللي هيكون ناعم عشان ما تخرجش الموية بتاعتها احنا عايزين ها طبعا متحافزة كده على شكلها. وقطعها كده معكم بالطريقة دي. وبعد كده هيكون معي برضو حزمة كبيرة من الكزبرة. ايه هكون طبعا غسلة الكلام دون كله. ايه بمية وخلي كده واسبها لما بتنشف معي. وبعد كده هبتدي ان انا قطع فيها. كده تمام. قطعت كده القاس. هبتدي بقى ان انا اشتله كده على جنب. وبعد كده هجيب الكزبرة بتاعتي. وبعد كده هبتدي ان انا قطعه الكزبرة بنفس الطريقة. هقطعها برضو ناعم وبحاول على قد ما اقدر ما نعمهاش قوي ان هي تخرج المية بتاعتها. افضل واجمل طريقة تعملي بها القاس. بجد تحفة قوي. كده تمام قوي. هبتدي بقى ان انا جيب التصع بتاعتي. هنزل عليها كده بمعلقتين سنة بلدي او معلقتين من الزبدة. انا استخدمت الزبدة اللي هي البلدي. ومعلقة من الزيت. وبعد كده هنزل بالخضرة بتاعتي. ادبل الخضرة بتاعت كويس جدا. واحمصها على قد كده ايه? ما تقدري على نار وسط ما تكونش على نار عالية عشان ما فيش حاجة تنحرق منك واحدة واحدة. والخضرة بتاعتك هتهدى. وكمان هتاخد معاك وقت. في التحميص في ايدك فيها. بعد كده جبت بقى الشربة بتاعتي. لازمان تكون الشربة بتاعتك دسمة. تكون بط تكون فراخ تكون لحمة. هم حاجة تكون معاكي الشربة دسمة. شلت طبعا المطيبات اللي فيها وزودتها كمان معلقة صغيرة فلفل اسمر. وبعد كده رجعت تاني للخضرة وايدي فيها زي ما قلتلك. مش بابعد عنها. لما تتحمس معايا وتاخد معايا واحدة واحدة كده. التحميصة اللي انت هتشوفيها كمان شوية دي. تمام كده? ابتدي بقى انزل عليها بمعلقة توم كبيرة. توم هروس. توم مفروم. وهستمر كده في التشويح او في التحميص بتاعها. لما تاخد معايا اللي هو التحميصة اللي هي لما الخضر بتاعي يغير لونه كده مش اللي هي ويتحمس اوي عشان فايدتها برضو ما تروحش ويحصل فيها حاجات مش مستحبة تانية او تغير طعمها معاك. شايفة التحميصة دي? انا عايزها نفس التحميصة دي. وبعد كده هجيب كده كبشة من الشربة عليها على طول. كده تمام قوي لما ريحت التوم طلعت ويتحمر معايا هبتدي بقى ان انا اضربها بالهندبلندر او بالخلط. بس مش عارفة الخطوة دي عفوا ان ما تصورتش. وبعد كده هنزل عليها بالقلقاس. طبعا بتاخد معا انا غط عليها. هوارب كده الغطة زي ما انت شايفها بالطريقة دي. هتاخد معاك من دقتين لتلات دقايق. غليان بعد ما تنزل الحاجات الخضرة. طبعا القلقاس معاك تخلي بالك ما بياخدش وقت خالص. لان هو حاجة كده حساسة بتتسلق بسرعة. ما خدش معايا اكتر من عشر دقيق سليق. شايفين بقى الجمال. شايفين جمال الشربة. لونها. ايه عايز اقولك اللي اللحمة مستوية وجميلة جدا. التسويت كمان والقاس فضيعة. هنا كمان يعني خطوة مهم قوي. انا عشان هنكله. يعني دولوقتي. حبيت ان انا اعصر على ليلة مون كده في الاطباق. لو انت مش هتاكليه مسلا او هتاكلي منه كمية وتعيني كمية. لازم ان تعصر عليه لمون كتير وهو في الحلة. عشان ما يطلعش المادة اللازجة اللي مش مستحبة. تمام? شايفين بقى الجمال حاجة كده حباشة. كنتم معكم فراحة الطاب. السلام عليكم. كربو بله انا مقدمة.